موقف تركي إيجابي لافت من الجارة السورية سجله الرئيس الحكومة التركي بن علي يلدريم كشف فيه أن بلاده تعمل على نحو حسيث لحل قضايا المنطقة وفي مقدمها سوريا التي ستشهد ودولا أخرى في المنطقة تطورات جميلة بحسب تعبيره موقف يلدريم جاء في لقاء جمعه بأعضاء مجلس المصدرين الأتراك بعد ساعة من قمة رئيس روسيف لديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو والتي أعقبها إعلان تشكيل آلية مشتركة للبحث في الملف السوري والتنصيق فيه وقال يلدريم مثلما حللنا مشكلاتنا مع إسرائيل ومثلما أعدنا الأمور إلى مسارها مع روسيا سنشهد تطورات جميلة في سوريا ودول أخرى في المنطقة وقد بدأت هذه المرحلة واتخذت خطواتها وسنشاهد معا نتائجها بدوره كشف وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو عن استعداد أنقرة لدراسة إمكانية شن عملية عسكرية مشتركة مع روسيا ضد تنظيم داعش ميدانيا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أربع قاذفات أقلعت من الأراضي الروسية وجهت ضربات مكثفة إلى مواقع داعش في جنوب شرقي مدينة الرقة وفي ريف الرقة الشمالي والشمالي الغربي وأضافت الوزارة أن القاذفات الروسية شنت ضربات باستخدام قذائف شديدة لانفجار ودمرت مستودعا كبيرا يحتوي على أسلاحة وذخيرة ومحروقات قرب الرقة ومصنعا لإنتاج الذخيرة الكيميائية في ضواحي المدينة الشمالية الغربية وقاعدة كبيرة لتدريب المسلحين وعلى جبهة حلب تواصل وحداته من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة تقدمها في ريف حلب الجنوبي وأحكمت سيطرتها على عدد من النقاط في محيط الكليات العسكرية ومشروع 2070 شقة وذلك بعد دقائق من دخول هدنة الساعات الثلاث التي إعلنتها روسيا حيز التنفيذ على أن اقتراح الهدنة هذا لم يرق الأمم المتحدة التي رأت أنه لا يمكن أن يؤدي إلى إدخال قوافل المساعدات ثلاث ساعات لا تكفي قال الروس أنهم يصغون إلينا وأنهم على استعداد لمناقشة طريقة تحسين اقتراحهم الأصلي لقد عبرنا بوضوح عن وجهة نظرنا كما أعرب الروس عن استعدادهم للحوار وسنرى ما سيسفر عن ذلك ووقعت اشتباكات عنيفة صباح الخميس بعيدة الهدنة بين المسلحين والجيش السوري الذي يحاول تقدم عبر محوري الكليات العسكرية والدباغات في منطقة الرموسة جنوب حلب ترجمة نانسي قنقر